وإحنا برضو بنتابع وبنحاول نقرأ المشهد بصورة صحيحة يعني يتبادر للزهن سؤال يعني الامريكان دريم الحلم الأمريكي يعني أصبح يعني شيء كده من الخيال الآن أو سيصبح شيئا من الخيال والحلم الأمريكي محكوم بكذا حاجة يعني أنا رأي أن الحلم الأمريكي اللي هو التكنولوجيا لعبة دورا رئيسيا فيه ما ننساش أن فست الأزمة دي كلها طلع رحلة مكوكية للفضاء الخارجي وأول مرة من كم سنة من 2011 وإنها أقام بها القطاع الخاص بالإضافة لناسا أن الفكرة اللي وراها إزاي نحمل أحمال كبيرة إلى الخارج علشان نعمل أول محطة مأهولة على القمر ألان ماسك اللي هو صاحب شركة سبيس اكس قال أنه عايز يروح المريخ فأنت بتكلم دلوقتي عن كل الحلم الأمريكي كان دايما عن تخطي عقبة إزاي نطلع للجو فيبقى نبقى يعني خارج الغلاف الجو الأول في طائرات أنه تعمل الطائرة أنك تنزل في عماق المحيط وتبقى غواصة أنك أنت تطلع للفضاء الخارجي وتوصل للأمر أعتقد الدرايف ده موجود هل بالضرورة يخدم بقى على حلم أمريكي لأن الحلم الأمريكي في فكرة الحرية فكرة العدالة فكرة كذا طب احنا ممكن نتصغل السؤال أنا في رأيي أن ده جايز يتضر أو الحلم الأمريكي لقطاعات مجتمعية كبيرة يعني مثلا الأفريقي اللي عايش في كينيا دلوقتي مثلا وهو شايف الموضوع ده وكان بيحلم أنه روح أمريكا مثلا يهاجر لأمريكا هو اللي بيبقى عايز يهاجر لأمريكا عادة بيبقى فيه قوة طرد وقوة جذب الحلم الأمريكي ما تنساش احنا بنكلم عن خمسين ولاية يعني لو أنت في الآخر حترس على كاليفورنيا ولا على ماسيسوشستس أو نيويورك اللي من أصول أفريقية يعيشون حياتا يعني بتأخذ كثيرا من فرصها إنما أمريكا متعددة إنما أنا عايز أقول حاجة إنه أمريكا حاليا كمجتمع وكدولة فيها شروخ كثير يعني بنعيش لحظة مش عايز أقول إنها بالضبط زالت حد سوفيتي يعني اللي إحنا عشرنا نبقى قوة عظمى وبعدين أمريكا مش دخلة في دي لسه عندها آليات الجامعات مراكز البحوث الأحزاب فكرة التفكير إمتى يقفوا عند حد معين إنما المرحلة الأخيرة من الأربع سنين اللي فاتوا خلقوا شروخ مش قليلة في علاقة أمريكا بالعالم أمريكا بحلفاءها أمريكا أيضا مع نفسها ولايات الساحل غير القلب أمريكا والجنوب ففي مشاكل حقيقية وهيكلية داخل الدولة الأمريكية النهاردة حضرتك يعني أشرت إلى ما جرى للاتحاد السوفيتي السابق اللي نهار في 1991 والشروخ اللي قدت إلى هذا الانهيار لكن هل الربط هنا يعني جائز أو هل التشبيه هنا جائز؟ لا يعني التشبيه غير التطابق يعني إحنا طبعا التاريخ بالذات اللي هو بيجري أمامنا ما نقدرش نحكم عليه بوسائل كثيرة ضع محدود منها المقارنة والمشابهة ومحاولة معرفة إزاي الدول بتصعد وإزاي الدول بتنهض أمريكا النهاردة محتاجة حوارات كبيرة جادة يعني فكرة هما كانوا شايفين أن العولمة معناها انتشار الفكرة الأمريكية على العالم وقد انتشرت بالفعل يعني خلال التسعينيات والعقد الأول من القرن 21 انتشرت إنما اللي حصل أن معاها أنها عملية حصل نوع من الاستسلام للصين يعني أمريكا اللي حصل إيه إنه الجزء اللي كان بتقوم بيه الدولة الأمريكية في عملية تطوير التكنولوجيا تراجع نسبية فاللي كسب منه الشركات الخاصة الشركات الخاصة بتروح حيث يوجد فارق الرحي الكبير والصين كانت جاهزة جاهزة بالفكر والسوق وحرية التنقل يعني كانت الصين متعلمة بشكل كبير وعشان كده هي دلوقتي فيها يعني نوع من المؤاخذات الكثيرة على إنه الأمريكان بيتخلوا عن العولام لأنه أعطى للصين فرصة كبيرة إنها تتصرف تأخذ مزايا الدولة الفقيرة في نفس الوقت اللي بتأخذ فيها مزايا الدولة الغنية وهي كانت غنية وبتغتني إنما الدولة الفقيرة كانت واخدة من مميزات في منظمة التجارة العالمية فلما جاء ترامب وبتدى يقول ده بيتحكوا علينا وننقل ونعمل يعني بتدى يحصل طبعا ارتباك ولم يحدث حتى الآن توافق فأنا أعيز أقول فيه قضايا كبيرة كيف تكون العولامة مفيدة للجميع كيف يتم وفيه مقالة مهمة يعني من يومين ثلاثة عملها الدكتور محمد العريان في فورين أفيرز بتتعامل مع القضايا الكبيرة دي القضايا اللي لا علاقة بالعنصرية لا علاقة بالمساواة لا علاقة بالقضايا الكبرى اللي كان لها تكييف معين خلال المرحلة اللي أبليكاتي إنه المساواة ممكنة وبس حكون عن المساواة في الفرص واللي شاطر بيتقدم الفكرة بسيطة لكن هل الفرصة حققية أو لا وهل في حد تحت نعم يعني مسألة الحقوق الدستورية إن حد يروح لأمريكا كمهاجر إنك أنت النهاردة بتحاول تحولها إلى بلد مقفول يعني ففيه قضايا كتير محتاجة مراجعة بما فيها أمور في الدستور الأمريكي ذاته يعني لا